متابعي قناة InfoTek4U السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة لسه خلصناش من تحديثات جوجل وما تم الاعلان عنه في مؤتمر I.O يعني لسه في حاجات كتير عايزين نتكلم عنها فجئنا بشركة أنثروبيك بتبتدي انها تتكلم عن نموذجين جداد تم إصدارهم بالفعل داخل التطبيق وهذين الإصدارون هما Cloud Ops 4 و Cloud Sonnet 4 والنموذجين بيصنفوا إنهم الأفضل في الكودينج والتفكير المعقد تعالوا كده نعمل ركاب بسرعة كده على سلسلة Cloud Cloud فيه 3 أنواع من النماذج عندك النموذج الأخف اللي هو الهايكو والSonnet ده النموذج المتوسط والنموذج الأغلى والأقوى هو نموذج Ops الجديد في Cloud Ops 4 وSonnet 4 إن Ops 4 بيتوصف إنه أفضل نموذج في العالم حاليا في كتابة الكود وخلينا متفقين وده أنا بشوفه في التعليقات إن Cloud بشكل عام هو الأفضل في كتابة الكود أعتقد يلي جيميناي 2.5 برو وSonnet 4 بيقدم تحسينات ضخمة مقارنة بSonnet 3.7 أعتقد إنه هو محسن بشكل كبير جدا في الدقة وتنفيذ التعليمات وتم دمجة أدوات جديدة زي الويب سيرش وCloud Code للتكامل مع جتهاب وإكستاند تينكينج نموذج بتفكر في الخلفية قبل ما ترد لو جينا بصينا على Cloud Sonnet 4 اللي هو مفتوح بشكل مجاني طبعا limited في الواجهة الخاصة به Cloud أما بالنسبة للأوبس فهو لازم تكون عامل upgrade علشان تقدر أنك أنت تستخدمه فحلاقي إن تقريبا أفضل في الأداء العام هيكون هو Cloud Ops 4 الأفضل أيضا في الكود بالنسبة للأسعار السعر الاشتراكات بتاعت Cloud 20 دولار شهريا زي أي نموذج آخر زي نموذج شات جي بي تي في البلاس ولكن يلا بينا نبص بصا كده سريعة على إمكانياته ونبتدي نجرب شوية نجرب بيها Cloud Sonnet 4 يلا بينا بتحوش في أي حد ده هنرجع لكم مرة تانية وارجع لكم مرة تانية علشان نجرب مع بعض Cloud Sonnet بالتحديد 4 ونشوف نتائج لحد دهنة من خلال مجموعة من الأمثلة البسيطة حتزي إن أنا أجرب معاكم طبعا أول سؤال حيكون في الكودينج نشوف تنفيزه لي حيكون عامل إزاي هنا أنا ابتديت إن أنا أديله النص ده طبعا استعنت بصراحة من قبل بشات GPT عشان أجي مجموعة من الإجزامبل إزاي أنا أقدر أعمل بيها تقييم أو إيفاليويشن لبعض النماذج فهنا أنا بقول له عملي مساعد تفاعلي للصفر باستخدام إنشاء صفحة HTML وجافا سكريبت لها حاجات محددة مستخدم بيحدد الوجهة مدة الرحلة الميزانية وعلى هذا الأساس بيتم إنشاء جدوى اليومي مقترح في أماكن الزيارة الأوقات بتاعة الأكل النشاطات اللي حياملها بالليل مثلا عشان يزور بعض المزارات أو إنه هو مثلا ينتعش وتفر يعني الأكتيفتي اللي حيتعمل وهنا حطيت شوية حاجات طلبها معينة وحبتدي إن أنا هنا أستخدم وأجرب معاكم Cloud Sonnet 4 ونشوف النتيجة طبعا لو إنت روحت كده للبلس حتلاقي فيه إمكانية إن أنت تأد في رامجة هب حابت بس إن أنا أوريك الإمكانيات لو إنت بقى لك فاطرة ما بتخشش على على Cloud بشكل عام في Take a screenshot في upload a file وهنا حبتدي إن أنا أدوس Enter ونشوف النتيجة تم الإنتهاء من مساعدة تقطيط للصفر هو المدة 3 يام فأنت هنا مثلا بتختار الوجهة ولتكون الأقصر طريق بداية الرحلة ممكن أخليها هنا أخليها 25-5-2025 طبعا في إمكانية أنت بتختار من calendar وهنا بالنسبة الميزانية اللي أنت بتحطها مثلا الميزانية اقتصادي متوسط فاخر مثلا يعني اقتصادي وتبتدي إن أنت تنشئ خطة الرحلة هنا هو أعطاني description الخاص بالخطة أنا طبعا قلت له حطه داخل array أو استخدم الـ data أو الـ array فمنفزه بالشكل اللي إحنا شايفينه ده طبعا تقدر تقوله نفزه بالشكل اللي إنت عايزه هو محدود جدا يعني هتلاقي نفسك بتستخدمه مرتين بالكتير قوي يعني هنشوف دلوقتي الأمثلة على account تاني تعالى نبتدي نجرب نحن نستخدمه في عمل محتوى تسويقي عندك أنت قهوة تركي طبعا أنا بحب القهوة هتلاقيني مركزة على القهوة كتير قوي لما بتكلم عندك قهوة تركي منتج أنت عامله وعايز أو عندك منتج عايز تسوأله فعايز وصف جذب لمنتج عايزه يعمل لك محتوى تسويقي وأنا هنا برضو متعمدة أن أنا أختار اللغة العربية عشان أشوف النتيجة بتاعته هتكون عاملة إزاي هبتدي أدوس أنتر عندما تلتقي التقاليد العريقة بنكهة لا تنسى هل تشعر بأن روحك تتوق إلى شيء أكثر من مجرد فنجان قهوة هل تبحث عن تجربة تنقلق عبر الزمن إلى عوالم من النكهات الغنية والتقاليد الأصلية قهوتنا التركية الفاخيرة ليست مجرد مشروب بالرحلة حسية تبدأ من اللحظة الأولى نكهة استثنائية لا تقاوم تقوص لا تنسى جودة لا تضاها لحظات تستحق أن تعاش استثمار في السعادة أطلب الآن واجعل كل صباح قصة جديدة من النكهة والسعادة طبعا أنا قلت له استخدم الأسلوب العاطفي والمحفز على الشراء علشان المفترض لما الأوديانس بتوعك أو تارجيت أوديانس اللي أنت مستهدفهم لما يقروا حاجة زي كده يبتدوا أنه هم مشاعرهم تتحرك نحو الشراء القهوة بتاعتك فأنا شايفة أنه النتيجة بتاعته جيدة جدا فيه كتابة المحتوى التسويقي تعالى نجرب وفتسك أخر لاحظ زي أنا نحيب جرب كلود صونت فور فقط لأن أوبس المفروض أنه هو أقوى وحيكون قوي أيضا في الكودنج وإن جانرال كمان هو يعتبر أقوى واحد فيهم ولكن أنا شايفة كلود صونت فور وده اللي لاحظته في الكتابة الإبداعية أصبح جايب كان شات جي بي تي بيحتكر هذه الجزئية وهي القدرة على أنه يديك نتيجة حلوة أوي في الكتابة الإبداعية تعالى نشوف تسك أخر وهي أنه هو يديني يدور لي ويقارلني ما بين أنه هو يدور لي ويقارلني ما بين كلود فور وجي بي تي فور أو هنا كلود فور كفاميلي لوحدها وجيمني 2.5 من حيث الصرعة والدقة والإي بي آي تعالى كمان نقوله إيه هنا من خلال لوحة تفاعلية أنا عايزاك ما تعدينيش مقارنة في جدول أنا عايزاك من خلال لوحة تفاعلية بين الكلام ده كله وحبتدي إن أنا أدوس انتر وشوف استخدامه سأقوم بإنشاء لوحة تفاعلية تقارن بين هذه النمازج طبعا أي بقى مقارنات أنت عايز تعملها ويبتدي هنا يكتب الكود وفي الآخر خلص المفروض أنه هو يديني الداش بورد طبعا لو أنت هتكتب كود بلغة البايثون أو هتجرب تكتب كود بلغة البايثون فممكن تجربه على جوجل كلاب تجرب التنفيذ بتاعه على جوجل كلاب تم الانتهاء من الداش بورد التفاعلية اللي أنا طلبتها منه مقارنة شاملة للأداء عطاني كده زي رسمة توضيحي هنا لو أنا رحت دي نظرة عامة لو رحت للتفاصيل هنا دي التفاصيل الخاصة بكلود فور صانت تاريخ الإصدار الكنتكست ويندو لنفذت السياق بيتعم كام رمز متعدد الوسائط ولا لأ نقاط القوة اللي موجودة فيه وهي الكتاب الإبداعية وده اللي احنا اختبرناه في التاسك اللي فات ولقينا أنه هو فعلا بيكتب كويس جدا تحليل الكود التفكير المنطقي أما جي بي تي فور أو أوبن إي آي تاريخ الإصدار وأيضا إيه اللي هو متميز فيه أو نقاط القوة الرئيسية فيه جيمينايت بوينت فايف فلاش وده دايما اللي بقوله لما بيجي لي سؤال أفضل نموذج ذكاء إصطناعي أو إيه أحسن واحد أنت بتاخد القوي أو النموذج القوي في نقطة معينة أنت محتاجها يعني أنا هشتغل على الكتاب الإبداعية هختار هذا النموذج أنا هشتغل على الكودين هختار هذا النموذج أنا عايز حاجة فيها سرعة أنا عايز حاجة بتعالج الصور أنا عايز حاجة تكلفتها منخفضة فأنت بتختار حسب المناسب لك واللي أنت عايزه بالنسبة للأداء هنا هيديك الأداء شايفين الـ Interactive Dashboard وهنا التسعير وحاجة في منتال جمال بصراحة ويلا بينا نشوف تاسك تاني هنا المراضي أنا حبتدي أن أنا أرفع ملف هنا أنا رفعت الملف وحبتدي أن أنا أقوله Analyze PDF ويلخصه لخص الـ Content واعمل تقييم حاجات محددة النقطة القوة ونقطة الضعف Relevance Impact ونقطة اللي أنا طلبتها منه عايزين نفذها من خلال التحليل اللي حيعمله حبتدي أن أنا أدوس Enter وشوف طريقته في عملية الـ Analysis وعملية التحليل وده حيكون آخر تسك معينا النهاردة حيبتدي Analyze حيفتح الـ Artifact Analysis of أنا عايزك تاخد بالك من طريقة كتابته طريقة بتاعته بمنظمة أكتر حطت النقطة الرئيسية وكل نقطة رئيسية تحتها نقطة تانية أنا شايفة أنه في الكتابة الإبداعية ممتاز في التحليل وبالتالي التحليل قائم على الكتابة النص أيضا أنا شايفة بيكتب In Details الأول كان بيكتب بشكل فيه تلخيص شوية في الكتابة أو مش بيكتب بشكل يعني في In Details أنا ملاحظة أنه هو سريع أولا دي حاجة من حاجات اللي أخدتها عليه زي ما أنتم شايفين السرعة بتاعته وأيضا لسا بيكتب بيتناول نقطة نقطة كده بزمة وضمير زي ما أنا شايفة وفي الآخر خالص حتى الكونكلوجين اللي ممكن مثلا حتى شاجي بيديدولك في سطرين ثلاثة أنا شايفة الكونكلوجين مكتوب يعني بشكل مفصل كمان ده بالنسبة ليه الاناليسيز أنا شايفة أن صونت فور كويس وكويس مفتوح في الخطة المجانية أوبس للأسف موجود في المدفوع ولكن لو أنت محتاجه بالذات لو أنت محتاجه في الكودنج حيكون مناسب ليه جدا أولا لأن زي ما قلت لك بلود تعتبر الخطة بتاعتها البلس بتستخدم فيها كل مزاياها حتى الآن أتمنى تكونوا استفادتوا من فيديو النهاردة على قناة InfoTech for You بحاول أقدم لكم كل جديد مفيد فاريت من ستوش تدعموني بلايك وشير وكومنت لو كنت بتشوفنا أول مرة ما تنساش تعمل سابسكرايب لقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر